نشر المفكر الكبير طاري حجي الفوست دهوت وفي هذه الوثيقة مكتوب فيها يبقى حضرة صاحب السعادة فؤاد حمزة بيك وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية يصرني أن أبلغ سعادتكم أن حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك مصر تعتزم اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة صرف الصدقات لفقراء الحجاز يعني مصر كانت بتصرف فلوس لفقراء السعودية ولإستئناف صرف الفاضل غلت أوقاف الحرمين الشريفين في الأراضي المقدسة وذلك ابتداء من نوسم الحج القادم وستعين الحكومة المصرية من يتولى الإشراف على صرف الصدقات التي ترسلها وهي تعتزم أن تنفق من الأموال التي كانت تخصصها للصدقات ومن فاضل غلت الأوقاف المذكورة في حدود القواعد الشرعية لعمارة الحرمين الشريفين يعني كانت بتشارك كمان في عمارة الحرمين الشريفين ولإصلاح المرافق المتاصلة بهم وستبلغ الحكومة المصرية للحكومة السعودية ما تضعه من البرامج لأعمال الأمارة والإصلاح في حينيه تمهيدا لاتفاق الحكومتين على التصميمات الخاصة بتلك الأعمال وتفضلوا سعادتكم بقابول فائق الأحترام رئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس القاهرة 4 رمضان سنة 1355 هجرية 18 نوفمبر سنة 1936 ميلادي الدور الباقي بقى على السعودية إنها ترد حاجة من اللي احنا عملناها من طويل رأيكم شاركونا في التعليقات أيضا من حوالي 3 يام كتب أنا وسوزان مبارك ومراد وهبة كل يوم تقريبا يكتب ليه مصري أو مصرية كيف لا تستفيد الدورة المصرية منك وأنت الأكثر خبرة إدارية وثقافة من جلة كبارها وهذه القصة تحمل في أسانياها الإجابة في سنة 1997 أصدرت السيدة سوزان مبارك عدة قرارات أصبحت بموجبها عضوا بمجالس إدارات أكثر من عشر مؤسسات كما أصبحت رئيسا لمجلس إدارة مكتبة مصر الجديدة يومها قلت لسيدة مصر الأولى يومها أنني سأستقيل على الفور لو تدخل أحد في عمل بعد 3 شهور قمت بدعوة المفكر الكبير الأستاذ الدكتور مراد وهبة ليلقي محاضرة بمكتبة مصر الجديدة عن كيفية النهوض بالتعليم في مصر بعد ساعة واحدة أصدرت السيدة سوزان مبارك قرارا بإلغاء محاضرة الدكتور مراد وهبة وبعد 7 دقائق من لحظة قرارها هذا استقلت بخطاب علني من رئاسة مجلس إدارة مكتبة مصر الجديدة ومن عضوية مجالس إدارة وأمناء أكثر من 10 مؤسسات والعظيم دكتور مراد وهبة موجود حاليا لمن يريد أن يستفسر منه عن هذه القصة المفكر الكبير الدكتور طاري حجي كتب مؤخرا بسطات مصير الجدد كتب من 1444 سنة قمرية والمسلمون يطلبون من الله يوميا تدمير اليهود وكانت النتيجة إلى العكس و15 مليون يهودي في عالمنا اليوم أهم وأقوى من مليار ونصف مليار نسلم فإما أنهم متبلدوا الزهن وإما أن الله يهودي أيضا البوست دهو كتبه في 21 يونيا 2023 لو كنت قبتي هو كتاب أهديه لمعاناة الكنيسة القبطية المصرية الأورسوزوكسية الذين هم أحفاد قدماء المصريين بلا شك تم نشر الكتاب في القاهرة ودبي قبل بضعة أسابيع باللغة العربية وأعمل حاليا بشكل شخصي على ترجمة هذا الكتاب المكون من 300 صفحة وهذا رابط النسخة العربية من مقدمة هذا الكتاب مكتوب فيه إيه بقى لو كنت قبطيا لما لأت الواقع المصري والعالمي بالحقائق عن المناخ العام الضاغط اليوم في مصر على الأقباط لو كنت قبطيا لجعلت العالم يعرف الظلم الذي حاكم الكثير من الأقباط في مصر منذ عام 1952 وجعلهم لا يتبوقون ما يستحقونه من مناصب سياسية ومناصب تنفيذية عليا ناهيك عن نظراتهم بالمجالس النيابية لو كنت قبطيا لما لأت مصر والعالم ضجة بسبب أنني أسد الدرائب تنفق مها الدولة على جامعة الأزهر ولكنها لا تسمح لكبطي أو كبطية بالدراسة في أي كلية من كلية لو كنت قبطيا لما لأت الدنيا صخابا بسبب أنني أسد الدرائب تبنى بها عشرات المساجد بينما لم تساهم الدولة المصرية في بناء كنيسة واحدة منذ 1952 باستثناء مساهمة الرئيس جمال عبد الناصر في تكليفة بناء الكاتدرائية المركوسية بالعباسية منذ 40 سنة لو كنت قبطيا لما لأت الدنيا بصوتي لأن عددا من المجالس النيابية الحديثة في مصر قد خلت من الأقباط تماما لو كنت قبطيا لنشرت المقالات تل والمقالات عن تجاه الوسائل الإعلام شؤوني ومواسمي الدينية وكأنني والأقباط غير موجودين في مصر لو كنت قبطيا لجعلت الدنيا بأسرها تعرف ما الذي يحبس فيه حق تاريخ مصر الكبتي بمنامج التعليم المصرية وكيف أن مادة اللغة العربية لم تعد لدراسة النصوص العدبية وقصائد الشعر والروايات والمصرحيات والقصص وإنما لنصوص إسلامية محلها مادة الدين للطلاب المسلمين لو كنت قبطيا لملأت الدنيا بالشك وعما يعانيه الأقباط من أجل استصدار تصريح بإنشاء كنيسة من أموالهم وليس من أموال الضرائب العامة التي ساهموا في حصيلتها لو كنت قبطيا لجعلت الدنيا تقف على قدميها من هول ما يكتبه ويردده بعض الكتاب المسلمين عن عدم جواز تولي الكبت الولاية العامة وعن الجزية وعن عدم صوابية انخراط الأقباط في الجيش كما كنت قد ترجمت على أوسع نطاق كتابات ظلامية مثل السخف الذي نشره على الملأ الدكتور محمد عمارة بتمويل من الأثر الذي تأتي ميزانيته من دافع الدرائب ومنهم الأقباط الذين هيحكرهم كتاب أو كتب منشورة على نفقة الدولة لو كنت قبطيا لقطت حملة داخلية وخارجية لإلغاء خانة الدين من بطاقة الهوية المصرية فلماذا يريد أي إنسان يتعامل معي في الحياة العامة أن يعرف طبيعة ديني لو كنت قبطيا لقطت حمل التشهير بالبيروقراطية المصرية التي جعلت قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يرقد لحد الآن قرابة ربع القرن في أدراج هذه البيروقراطية الآثنة ولحد أن الأقباط أطلقوا من باب الفكاهة على هذا القانون قانون الأهوال الشخصية وليس قانون الأحوال الشخصية لو كنت قبطيا لجعلت العالم يدرك أن قضية الأقباط في مصر هي عرض واحد من أعراض ذهنية شاعة وزاعة سطوطها في هذه المنطقة من العالم وأن على الإنسانية كلها أن تجبر هذه الزهنية على التراضع من مسيرتها الظلامية يسلم عقلك ولسانك وإيدك اللي كتبت الكلام ده هو يا دكتور طارق حج